بنسبة تفوق 34% من ميزانية الدولة تسجل كتلة الأجور لسنة 2025 ارتفاعاً بعدما فاق العدد الإجمالي للمناصب التي ينبغي تعبئتها من مناصب توظيف جديدة وتوظيف في المناصب الشاغرة 97 ألف منصباً سوف يتم فتح ما يقدر بـ 69.525 منصباً مالياً جديداً فيه 43.393 حسب اقتراح الحكومة خاص بقطاع التربية فيه 17.782 منصب خاص بقطاع السحاب أيضاً فيه المناصب الشاغرة التي تقدر بـ 27.550 منصب بمبلغ 1.276 مليار دينار جزائرية نفقات المستخدمين تجاوزت حسب مشروع قانون المالية 4.445 مليار دينار جزائرية تغطي علاوة على عمليات التوظيف مراجعة القوانين الأساسية والأنظمة التعوذية لعدد من القطاعات إلى جانب التكفل بالأثر المالي الناتجي عن التوظيف المفتوح خلال السنة الجارية وما أفرزه قرار رفع التجميد عن الترقيات جاء قانون المالية لسنة 2025 بزيادة كبيرة على مستوى النفقات حيث بلغت النفقات المستخدمين حوالي 34% من أجمال النفقات قدرت بـ 4.445 مليار دينار جزائرية وهذا الرقم جاء لعديد الاعتبارات ويأتي تسجيل هذا الارتفاع بعد إدراج نفقات المستخدمين للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والمؤسسات المماثلة ليشكل نسبة 34.18 من ميزانية الدولة